السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين ايه رب دايما تكونوا بخير ومعينا خبر جديد وفيديو جديد بس ياريت قبل ما نبدأ خبرنا نساش نعمل لايك نشترك في القناة وقبل دا كله نصالح سيدنا محمد اللهم صالح لسيدنا محمد خبرنا النهاردة بتكلم عن انفصال ما بين محمد بوشايب وزوجته صارة هما الاتنين والمقلب اللي عملوه في الناس لأسف كل الاخبار والمصادر الموصوخ فيها كمان كتبوا انفصال ولا حولوا القطع الا بلايه والناس استغرابت جدا جدا ازاي هما بيطلعوا مع بعضها على تيك توك وعملين فيديوهات وازاي هما انفصلوا لا حولوا القطع الا بلايه وبعض المواقع كتبت ان هما تحسدوا واخرين من الناس قالوا يا جماعة دا تمثيلية علشان يعني ياخدوا البوز والمشاهدات ويعني ياخدوا ايه ايه يسلطوا الاضواء عليهم وبالفعل الناس دي كان معاها كل الحق ان هما طبعا يستهزقوا بالمتابعين بتحهم وتلعوا يعني ان هما بيتحاكوا على الناس وتلعوا مع بعض وقالوا ان هما ما افترقوش وهو بيحبها وهي بتحبو ولكن كل دا من اجل ان هو يحدث البلبلة اللي حصلت جي وان الناس تعمل ضجة ان هما انفصلوا ولكن هما ما انفصلوش يعني نوع من انواع السخرية والاستهزاء بمتابعين الشديد يعني هما لو كانوا عاملين دا من اجل ان هما يسلطوا الاضواء عليهم ولكن الناس ادائت منهم جدا فعلا واعتقد في الايام القادمة او في الساعات القليلة القادمة الناس كتير جدا هتبتدي ما اتبعهمش بالفعل شوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وعيد اعرف رأي حضراتكم في اللي حصل دا اكتبوا لي رأيكم في التعليم